بهدف ضبط الشاحنات المخالفة على طريق الوفرة ومدينة صباح الأحمد السكنية بعد الحوادث المأساوية المتكررة على هذا الطريق حررت إدارة مرور الأحمد عددا من المخالفات المرورية للشاحنات المخالفة وذلك إثر الحملة المكثفة التي قامت بها منذ الصباح الباكر لنتابع التقرير التالي مع الزميل أحمد العنزي بعد أن كثرت الشكاوى والمناشدات من سكان وأهل مدينة صباح الأحمد بسبب الحوادث المتكررات للشاحنات المخالفة ووجود دراكيل الرمال استجابت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور لهم وأقامت عددا من النقاط التفتيشية بعد ما فتح الخط الجديد على خط الوفرة كثرت في الحوادث نفس ما أنتم عارفين قبل يومين تقريبا صار في حادث بالاتجاه الملك فهد تقريبا 16 مركبة وباتجاه صباح الأحمد تقريبا 10 مركبات هذا مما أدى إلى تكثيف الدوريات نفس الموقع وإحنا بالأساس عندنا دوريات جوالة نفس المكان وقاعدت لحظ الشاحنات لكن هذا الحادث تقريبا وكذا شكوياتنا إن الشاحنات قاعدت من الطريق البري إلى الطريق العام هذا اللي خلاننا نكثف دورياتنا ونكثف حملاتنا نفس الموقع وتحرير مخالفات للشاحنات وتجميعهم نفس المكان هذا الآمن اللي ما يمرون فيه سيارات الخاصة ومرتادين الطريق طريق الوفرة الجديد على امتداد مدينة صباح الأحمد شهد أكثر من حادث مروري مأساوية بسبب مخالفة الشاحنات والسيارات الكبيرة لأفسط قواعد المرور وعدم الانتباه وقات الطريق دون مبالاة مما تسبب في حوادث مأساوية ووفيات طبعا أكثر المشاكل اللي قاعد تواجهنا هني نفس المكان اللي هي فتحات الشبك كون إن المكان جديد فتحات الشبك قاعد يطلعون لاختصار الطريج الشاحنات يختصرون الطريجيون عن طريق البر ويصعدون يفاجئون المركبات اللي ياه بسرعة 100 على 120 طبعا اتفاجئ المركبات وتسبب خطورة وحوادث نفس المكان بالإضافة إلى تطاير الأتربة نفس المكان من يستخدمون طبعا الشاحنات ثقيلة من يستخدمون الطريق البري يتطاير الأتربة إذا كان فيه أي نسبة هوا موجودة طبعا تأذي على الرؤية على المرتادين الطريق أكثر 150 مخالفة مرورية متنوعة حررت تجاه الشاحنات المخالفة على مدى يومين فقط تركزت على غطع الطرق الفرعية البرية تجاهها الرئيسية مما اضطر لغلق الطرق الفرعية بحواجز اسمنتية تفديا للحوادث المأساوية مستقبلا طبعا الياسي مسح بمخالفات لحد الألمان نحن لا نسعب بالمخالفات بالنسبة للضاع الوباء المتواجد في البلاد الإحصائية تقريبا نحن حد رصدنا تقريبا خمسة خزي مخالفة راح يتم حجز منهم عشر مركبات شاحنات أبرز المخالفات المتواجدة حاليا بخصوص الحملة الشاحنات حاليا طلوع المفاجئ على الطرق العامة كذلك بالنسبة للشروط ومن المتانة الإطارات سقوط الشام الحمولة حاليا كذلك بالنسبة للتعكد للمخالفات الرخصة إذا كان يقود مركبة مثلا شاحنة برخصة خاصة سيارة خاصة حاليا يتم مخالفته أمس أكثر من ثمانين إلى تسعين شاحنة من ما بين مخالفات وحجز مركبات مستمرة واليوم لا الحمد بيّن عندنا العدد النقل بعد تسكير الحواجز والشبكة في مخالفات الإجازة والدفتر انتهي تاريخ واجز واحد عشرين سنة واحد عشرين شهر واحد انتهي فسياتك مخالفة مشان هذا هو شنو مخالفة أنت؟ ما فيه معلومة كلاما ما فيه كلام سورة كلام ما فيه ليس قلطان ومخالفة يعني مخالفة؟ مخالفة فيه موجود وزارة الداخلية ممثلت في إدارة العلاقات والإعلام الأمنية نشدت الجميع بالإبلاغ عن أي تجاوز مرورية تفادياً لوقع أي حادث مأساوية وليكون العين الأخرى لرجال الأمن جهود التي تبدلها القيادة العليا في وزارة الداخلية بجميع القطاعات الميدانية التي تهم المواطن المقيم مستمرة ودعم لعمليات الحملات المستمرة كذلك بالنسبة إلى الدور التوعوي مهم جداً طبعاً لمرتادين الطريق نفسه لما تطلع أنت في السيارة ورايح في الشارع وتشوف مخالف لا تشوفه وتسكت وتكمل بالعكس بلق واحد واحد اثنين راح تتعامل هناك تعامل فوري مع هذا البلاغ راح يكون يمكن أنت حديت من شخص كان قد يتسبب في حادث مروري قسم تنظيم السير في مرور الأحمد مستمر في إقامة النقاط التفتيشية ورصد الشاحنات المخالفة في أكثر من موقع وعلى جميع الطرقات المؤدية إلى مزارع الوفرة لحين التزام الجميع وتقليل حوادث الطرق أحمد العنزي الرأي